أي نهاية تنتظر مسلسل الانتخابات البرلمانية في العراق و أي أزمة ستنفجر داخل أزمة أكبر تمظيم فوضية الانتخابات قدما بإجراءات العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين مستعيرة ثوبا تتوقع أنه يضفي شيئا من النزاهة على انتخابات شكك بمصداقيتها المنظمون قبل المقاطعون وتبادل المتنافسون فيها تهم التزوير ثم تطور الاتهام إلى حرق للصناديق وتفجير لأخرى كاركوك أولى محطات العد والفرز اليدوي بسبب وضعها الحساس كنقطة نزاع بين بغداد وأربيل هكذا وصفتها اللجنة القانونية النيابية ثم ستتبعها باقي المحافظات السبع المشمولة بإعادة العد والفرز اليدوي لم يكد اليوم الأول من العملية أن ينقضيه حتى تصاعدت موجة جديدة من اتهامات التزوير فرئيس الدائرة الانتخابية التركمانية أحمد رمزي قال إن تدقيق 24 صندوقا فقط أظهر اختلافا بنسبة 50% عن النتائج السابقة فكيف الحال إذا عدت كل الصناديق ثم ساق رمزي مثالا بأحد المراكز الانتخابية في قضاء داقوق حين أشارت النتائج السابقة إلى حصول الاتحاد الوطني الكردستاني على 219 صوتا بينما أظهر العد اليدوي أن أصوات الاتحاد لم تتجاوز السبعين وهذا عكس توقعات الأخير الذي رجح القيادي فيه روند ملا محمود عدم وجود أي تغيير في نتائج الانتخابات لا سيما في كاركوك ولعل الفرق الهائل في نتائج كاركوك سيكون مدخلا لإشكاليات أخرى لا سيما وأن عمليات العد والفرز اليدوي ستستمر لنحو أسبوعين بحسب صحيفة الشرق الأوسط التي نقلت عن مسؤولين حكوميين تأكيدهم أن إعلان النتائج النهائية سيتأخر إلى شهرين تقريبا نتيجة الطعون الجديدة التي تقدمها بعض الكتل الخاسرة ضد عملية العد والفرز الجديدة وحتى ظهور النتائج النهائية يرى مراقبون أن المشهد السياسي المتأزم سيكون رهينة تفاهمات ومقايضات بين الكتل السياسية المتصارعة وبهذا لن يكون الاحتكام للصندوق سوى أمرا صوريا على شاشات الإعلام فقط ترجمة نانسي قنقر